ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بمناطق خان يونس ورفح مخيمي جبلية والمغازي بقطاع غزة مع أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اجتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهداف دبابتين وجرافة وتفجير نفقين وألغام في قوة إسرائيلية شرق مخيم البريج كما تم قصف حجد لجنود وأليات لقوات الإسرائيلية بوابل من قذائف هون في منطقة الكتيبة وسط خان يونس قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن عشرة أطفال يفقدون سقانهم كل يوم في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع وأوضحت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقارا لها أن ألف طفل في غزة فقدوا إحدى ثاقيهم أو كلتيهما منذ بداية العدوان وشيرة إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال تمت دون تخدير وأضفت المنظمة في أن القطاع يفتقد الكوادر والمعدات الطبية للقيام بمثل هذه العمليات اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رامالة بالضفة الغربية وأوضحت مصادر فلسطيني أن تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال وأليات عسكرية اقتحمت المدينة وسط مواجهات مع الفلسطينيين في الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب كما أصيب فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت في بلدة ييطا جنوب الخليل عقب اقتحامهما من قبل قوات الاحتلال يعقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين محادثاتنا مع الإمارات والسعودية اليوم قبل أن يسافر إلى إسرائيل بعد أن حضر من أن الحرب في غزة قد تنتشر في المنطقة بدون جهود سلام ملموسة وأكد بلينكين خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة ويسبب المزيد من إنعدام الأمن والمعاناة إذا لم يتم بذل جهود سلام منصقة وزار بلينكين الأردن وقطر قبل أن يتوجه إلى الإمارات لإجراء محادثات في إطار جولة له بالمنطقة تشمل أيضا السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر اخترت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهرون باراك للانضمام إلى هيئة القضاء بمحكمة العدل الدولية ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بالمحكمة في الفترة من 11 إلى 12 يناير في لاهاي بشأن الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل ممثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازلة الحكومة الفيدرالية لعام 2024 وقال بايدن في بيان له أن اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض ورياضيا فاز منتخب مصر على نظيه التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة الأخيرة للفرعنة قبل الصفر إلى كوتيفور للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية سجل هدفي منتخب مصر محمود ترزيجي ومحمد صلاح في الدقيقتين الثانية والثلاثين والثلاثة والسبعين من عمر المباراة هذا ويلتقي منتخب مصر مع موزنبيق في السابعة مساء الأحدى المقبل في مدينة أبيد جان بكوتيفور وفي الجولة الأولى من دور مجموعة بكأس الأمم الإفريقية ختم مجازآت ساعة فاصل ونعود لحظاتكم لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر